هي الصورة ما يصينا بتتكلم يا كابتن من مبارح يعني الصورة دي اولا ده هدف صحيح مية في المية الصورة بتتكلم لان حتى ما فيش اي اعتراض من بواليا طالع بلعب بالكرة بدماغه ووقعت من شريف حتى يقول دي جزئية الجزء اللي علامة الاستفهام لو في جدل كده طبيعي جدا يا كابتن جهاد انك تروح للفار الراجل طالع بدماغه ما فيش اي احتراض من بواليا هدف مليون في المية صح خلاص لو في اي شك واللعيبة حتى ده دورك وكمان دور الفار يا جماعة تعالوا بصوا السؤال اللي محيرنا وحعرضه على الكابتن ناصر عباس هو ليه الكابتن جهاد جريشا ما رحش وراء مرة للفار في حالات جدلية موجودة طب احنا عاملين الفار ليه عشان حالات الجدلية والله في حالة عشان احنا نرغيه احسن عشان هو يتلغى احسن معمول عشان يتلغى ومعمول عشان انت تعرقل مسيرة الدوري الموسم ده بالذات والغريب فعلا انه البعض يعني النهاردة بيحاول انه يظهر انه الاخطاء دي التحكمية على كل الفرق الحقيقة انا مش بتكلم على الاهلي بس النهاردة الاهلي اه هو اكتر نادي بتعرض لظلم تحكيمي فج وفيه مشاهد كتيرة جدا بالصوت وبالصورة ومتصورة فيديو وصور بتؤكد ده وهدف اي من اشرف في البنك الاهلي اكبر دليل على ده اخطاء مباراة يعني ودي دجلة يعني الاهلي النهاردة يعني كان فيه ضرب الجزاء صحيحة ولم تحتسب ست نقاط في الدوري بنتكلم في الدوري كلهم النهاردة بسبب اخطاء تحكمية واضحة زي الشمس يا كابتن احمد يمجاد اه دي مباراة وادي دجلة دي مباراة وادي دجلة اللي بينه جدا ومش احنا بس هنا فقناة اللي بنقول احنا كمان الحكام على مستوى التحكيم كله في السيادات التحليقية بتقول كمان فيه واضح جدا جدا فيه شد ملئيه زي ما حضراتكم شايفين ده داخل منطقة الجزاء ده ضرب الجزاء يستحقها النادي الاهلي ده تعتبر يعني نقطتين ضائعين مباراة وادي دجلة تعادلنا فيها يبقى اخسرنا كمان نقطتين يعني ازمة كبيرة جدا جدا بيقمر بيها التحكيم المصري اكيد حنائش ده بالتبصيل مع الكابتن ناصر عباس المحاضر والمراكب الدولي